اشتركوا في القناة هل تحتاج الأمة إلى بناء إطار فكري جامع أم أن هذا الإطار موجود ولكنه يحتاج إلى تفعيل ومن المسؤول عن ذلك هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في حلقة اليوم من مرنامج مقاصد بعنوان الوحدة الفكرية للأمة فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين هذا الموضوع يتحدث فيه أو عنه الشيخ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بك بداية ماذا تعني الوحدة الفكرية لأي أمة وفي حالة الأمة الإسلامية ما هي بالذات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير وهذه البشرية إلى الرشد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المعين في البداية كما أشرت في مقدماتك وهي إشارة مهمة أن الوحدة الفكرية لأي أمة من الأمم لا تلغي أفضلية أو خاصية التعدد والتنوع الذي هو ركيزة من ركائز الثراء في أي مجتمع من المجتمعات فنحن عندما نتكلم عن الوحدة الفكرية حتى نبسط للمشاهد الكريم لأن هذه المسألة تحتاج نوع من التبسيط والتفتيت بسهولة الفكر كما يعرفه العلماء الجرجاني وغيرهم هو حركة الذهن يعني حركة الذهن في شيء ما والتعريف الأدق هو حركة الفكر أو الذهن لترتيب معلوم كي تصل به إلى شيء آخر مجهول أو نتيجة من النتائج الفكر من هذه الزاوية الذي هو منهج للنظر ترتيب المعلوم هذه تدل على منهجية وآلية معينة بهذا المفهوم نعم نحتاج إلى وحدة أو نحتاج إلى وحدة فكرية بين المسلمين وأي أمة من الأمم لا يحدث فيها هذه الوحدة الفكرية بمعنى المنهج هذه أمة ستكون في اضطراب لن تكون أمة منتجة بأي حال من الأحوال وستكون دائما عرضة للتمزق والتفتت والتشضي أما إذا قلنا أن الفكر هو نتاج هذا المنهج هو المنتجات لأن بعض العلماء يعرفون الفكر الإسلامي بأنه هو المنتج الذي تقدم به العلماء والمفكرون والأدباء بهذا المعنى هذا لا يسمى الحقيقة فكر إسلامي بالمعنى الدقيق هذا فكر المسلمين وليس فكر إسلامي لأن هذا فيه أحيانا يحدث فيه التناقض في هذا المنتج ويحدث التقابل سواء في آراء سياسية أو آراء فقهية أو حتى أحيانا آراء عقدية كما تعلم يعني أفهم منك شيخ ونيس بأن الفكر الإسلامي هو بنية التفكير عند المسلمين وفكر المسلم هو المنتج عنها منهجية النظر العقلي منهجية التي غرسها القرآن الكريم وهو المرجع الأكبر في سياغة هذا الفكر هو المرجع الأكبر الذي وضع خصائص ووضع آليات ووضع مقومات لهذا الفكر الإسلامي نحن هنا نريد توحيد هذه المنهجية لأن عدم توحيد هذه المنهجية هذا يؤذن بخراب كبير جداً ولكننا في نفس الوقت لا نريد للمسلمين أن يكونوا نسخة واحدة لا نريد للمفكرين والأدباء والفقهاء والعلماء أن يكونوا نسخة واحدة حتى نقول الحمد لله نحن لدينا الآن وحدة فكرية فلذلك لابد من تحرير موطن النظر لأن الحلقة كلها تدور حول هذا المحور وأنا أريد من المشاهد الكريم أن يفرق بين الأمرين نحن نريد وحدة فكرية للمسلمين بمعنى منهج النظر والقواعد الكلية الحاكمة الاستنباط والاجتهاد نعم سنحلل هذا أكثر في وقت متقدم من الحلقة لكن قبل ذلك شيخ ونيس متى بدأ يتشكل في وعي المسلمين هذا المفهوم متى تشكل مفهوم الوحدة الفكرية أو إحساس المجتمعات المسلمة أو الدولة الإسلامية في زمن الخلافة على امتداد مراحلها تاريخيا إحساسهم بالحاجة إلى وجود وحدة فكرية لهم يعني الحقيقة هذه الوحدة الفكرية بالمعنى المنهجي رسخها القرآن الكريم وتربى عليها الصحابة منذ البداية وهذا موضوع يطول فيه الشواهد يعني أذكر منها الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسيدنا عمر وهو يمسك تلك الصحيفة وقال له يعني أمتهوك يا عمر يعني يقرأ في التوراة وكان في بداية تشكيل العقل المسلم العقل المسلم كان عقل جاهلي يعني عقل الإنسان مثلا سيدنا عمر كان عقل جاهلي الإسلام جاء لهذا العقل وأراد أن يشكله تشكيلا جديدا ففي بداية هذا التشكل منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ازدواجية في المرجعية وازدواجية في المصادر فنهى عن هذه المرجعية وأراد أن يكون هذا العقل خالص عقل قرآني خالص ونقول عقل قرآني خالص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية التشريع حتى عن كتابة الحديث النبوي يعني الحديث النبوي الذي هو جزء منه تخصيص للعام وجزء منه بيان ويجزء منه تفكيك وجزء منه حتى تشريع نهاهم عن كتابته حتى يتشكل العقل المسلم تشكلا منهجيا قرآنيا واحدا وهنا بدأت الوحدة الفكرية من هناك وهي بمعنى الكليات أما بالمعنى الثاني وأنا سدائما أكرر في الحلقة المعنيين حتى لا يختلط على المشاهد الكريم المعنى الثاني بدأ مع بداية النزاع السياسي مع بداية النزاع العقدي إن صح التعبير بداية خروج الطوائف خروج طائفة الخوارج وهو ممكن بداية منح سياسي ولكن تشكل كمنع عقدي بداية خروج الشيعة وهو في تقديري في الغالب الأعم هو تشكل سياسي ثم ألبس مع الوقت وكذا أخذ تشكلات عقدية ثم تشكلات فقهية إذن هذا التنوع السياسي والتنوع الطائفي العقدي المذهب العقدي والتنوع أيضا المذهب الفقهي هذا جعل الإمام الشافعي جعل العلماء يبحثون عن أطر عامة وقواعد تنظم هذا التنوع تنظمه بمرجعية تلك الكليات ولهذا نرى الإمام الشافعي في الأم بدأ ينظر إلى هذا الفقه المنثور وبدأ ينظر في القواعد الناظمة لهذا الاستنباط فجاء بأن مصادر التشريع تبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس وهكذا وبدأ إذن بدأ التنظير كل هذا التنظير في تقديري هو محاولة هنا بدأت المحاولات محاولة لتوحيد أو وضع دستور للوحدة الفكرية بين المسلمين هنا بدأت تلك المحاولات وبدأ التنظج باكرة جدا طبعا باكرة جدا هذا يعكس وعيا مبكرا لدى المسلمين يعكس وعيا ونقول يعكس أن المسلمون كانوا أمة وكانوا حضارة يعكس تلبية الاحتياج يعني هو دائما كما يقال هذه قاعدة صحيحة الحاجة هي أم الاختراف ما هي حاجتهم لوجود وحدة فكري هذا التفرق والتمزق عندما ترى يعني مسلمين يحملان السيف على بعضهما في شأن سياسي إذن لابد من توحيد منهج النظر الذي جعلهم يفتريقان في هذه المسألة عندما تجد أحد يحلل والآخر يحرم لابد عندما تجد أحد يرى أن العصمة باب مفتوح والثاني يرى أن العصمة فقط مقصورة على الوحي وعلى الأنبياء إذن الحاجة بداية التشضي والتمزق أوجد حاجة لصياغة منهج يوحد المسلمين بما أن يعني ربهم واحد وقبلتهم واحدة ومرجعيتهم واحدة لاحظ كيف أن الإسلام صاغ هذه الوحدة في كلياتها وفي منهج النظر صاغها الإسلام كيف صاغها؟ بعقيدة التوحيد بتوحيد المرجعية توحيد المرجعية هذه قضية غاية في الأهمية لكن المرجعية أصلا موحدة شيخ ونيس حدث لغط بعد ذلك حدث لغط يعني أنت عندما نأخذ هذه الجزئية هو الموضوع يعني بالفعل دسم عندما نأخذ هذه الجزئية أنت قتل المرجعية موحدة اختلف الأشاعر المعتزلة والأشاعر هم التيار الأوسع لأهل السنة اختلوا في مسألة المرجعية هل تكون هنا للعقل أم للنقل وإن كان يعني فيه تفصيل حتى عند المعتزلة ظلمهم كثيرا سنأتي على قضية العقل والنقل لاحظ إذن هنا المرجعية عندما تقول المرجعية هل هي للكتاب والسنة أضافوا لإخوة الشيعة أن هناك مرجعية للأئمة المعصومين الشيعة من أهل القبلة مسلمين إذن هنا بدأ بدأ يعني حتى في أصول الفقه هناك من يرى من استحسن فقد شرع إذن في المرجعية بدأ هناك اختلاف يعني بدأ هناك اختلاف مما يعني اضطر العلماء لبحث هذه القضية مبكرا هذه القضايا الخلافية في المرجعية الباكرا وحتى لاحقا نريد أن نبحثها لكن الآن نريد أن نتوقف معك لا أدري إذا كنت أعجبت على كل هذا السؤال الذي أعده لك أم لديك المزيد ما همية أن يكون لكل أمة وحدة فكرية متماسكة تجمعهم تحت إطار فكري عام هل هو فقط الحاجة در التفكك والتمزق مأنه ثمت حاجات أخرى وراء ذلك أولا تنبع هذه الحاجة أخي الكريم ونريد هنا أن نواصل قاعدة أن مشروعية الاختلاف والإسلام جاء بالتنوع والتعدد واحتفى حفاوة كبيرة بهذا التنوع لكن مشروعية هذا التنوع ومشروعية هذا التعدد لا تلغي ولا تصادر أولوية الاتحاد مشروعية التعدد لا تصادر أولوية الوحدة والاتحاد حتى في القضايا الأداب والمشروع نحن الآن لو في الصلاة وذي مسألة من أداب الصلاة وسنن الصلاة وضع اليدين أين توضع أنت عندما ترى صفا واحد المسلمين أنا أتمنى أن أجد المسلمين كلهم على هيئة واحدة هذا أولى فإذن هل فأنت ماذا أقصد بأن مشروعية التعدد لا تجعل أن التفرق والتعدد والتنوع هو الأصل أو هو الغاية أو هو الغاية نعم لكن أنت سألتني هذا السؤال أنا أقول أولا تنبع هذه الحاجة الأهمية الأهمية من سر الخلق أصلا لابد أن نعرف مقاصد الخلق أولا لماذا خلقنا الله عز وجل الله عز وجل كما يقول الأصفهاني في مكارم الشريعة أو الذريعة في مكارم الشريعة أن الله عز وجل خلق الناس وله مقاصد ثلاثة العبادة والخلافة والعمارة عمارة الأرض طبعا التوضيح الأصفهاني غير صاحب كتاب الأغاني لا غير الأغاني نعم صاحب كتاب الذريعة في مكارم الشريعة نعم الخلافة والعمارة عمارة الكون وهذا هو المعطى الأساس في الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية النموذج الحضاري الإسلامي يقوم على الله عز وجل وهو التوحيد والإنسان وهو التزكية والكون الله الإنسان الكون هذا المثلث الحضاري الإسلامي ويتفرع عنه التوحيد يقابل ذات اليهية والتزكية بمفهومة الواسع يقابل الإنسان والعمارة عمارة الكون عمارة الكون حتى يكون هذا المخلوق ينشط ينشط ويصب كل طاقاته الذهنية والعقلية والإبداعية والنفسية وحتى الفيزيائية وكذا يصبها فيما خلق من أجله لابد أن لا ينشغل بهذا التصادم وهذا الاختلاف وهذا الاضطراب وهذا التشضي في جزئيات كثيرة هذه الأمة التي أريد لها أن يكون لها رسالة وهي عمارة الأرض والخلافة في الكون هذه الأمة لا ينبغي أن تكون متشضية في كلياتها في منهج النظر في الكون والحياة والإنسان ولهذا جاء الإسلام وأراد لنا أن تكون لنا وحدا ومن غير هذا التوحد من غير هذا التوحد في الكليات لن تتحقق الغاية إذن المسألة أولا مرتبطة بالغاية التي من أجلها خلقنا هذا وأيضا مرتبطة برسالة المسلمين في كونهم أمة ورثوا الوحي لأن لا نبي بعدي يعني النبوة ختمت ولهذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثة أمة وليست بعثة رجل كانت دائما بعثات رجل رجل يبعث عليهم الصلوات والسلام أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثة رجل ولكن أيضا معها بعثة أمة كنتم خير أمة أخرجت حتى تقوم الأمة برسالتها أخرجت للناس تأمرون بالمعروف بمفهوم الواسع وتنهون عن المنكر بمفهومه الواسع وتؤمنون بالله إذن حتى تؤدي رسالتها لا يمكن أن تؤدي هذه الرسالة إلا عبر وحدة فكرية أنتم الآن نضرب لك مثلا في هذه القناة هذه القناة إن لم يكن لها لائحة تنظم البرامج وتنظم الوظائف وتنظم الرسال وتبين رسالتها الإعلامية وأهدافها ستتشضى القناة مهما أتيت فيها من ناس عليه من سجام وحب ووئام وعندهم إمكانات كبيرة بيت الزوجية إن لم يكن هناك وحدة فكرية بمعنى تنظم هذا البيت الزوجي وتعطي الرجل القوامة وتعطي المرأة مهمة وتعطي الأولاد آداب وينتقل ويعرف الغاية من هذا البيت سيناهدم البيت ما بالك بأمة كبيرة لها رسالة لهذا أمة من غير وحدة فكرية هذا يسمى قطيع من الأنعام لا يمكن أن توصف بكوني يا أمي وأنا أعود وأكرر لا أعني بالوحدة الفكرية هي توحيد المسلمين في الجزئيات وفي ثمار النظر وفي وجهات وفي المذاهب وفي الآراء السياسية وفي الآراء الفكرية وفي الآراء الإعلامية وغير ذلك من مناشط الحياة يعني هذا كيف يمكن تبيين ما قد يلتبس على المشاهد أو على المسلم بصفة عامة كيف يمكن بناء منهج تفكير يؤسس لوحدة فكرية لدى المسلمين في الوقت ذاته ويتيح لهم حرية التنوع والتعدد ضمن إطار هذا المنهج التفكير الموحد هنا أكثر شيء يساعدنا بهذا هو أن يحاول المسلم ببساطة أن يعرف أن الله عز وجل جبل هذا الكون على سنن وجعل شريعته شريعة الخالدة في تناغم وتناسق مع هذا الكون كيف؟ من هذه السنن أن دائماً دوجد هناك ثوابت وهذه الثوابت هي معاقد الأشياء هي الأصول هي المحكمات هي الأمات التي يرجع إليها المتفرعات هي الناظمة والضابطة والحافظة والواقية والمؤسسة وهناك متغيرات هناك منطقة دائماً مرنة إذا لا توجد هذه المنطقة المرنة مرنة ولكنها ليست مائعة ليست ضائعة ليست سائبة إنما هذه المرونة مرتبطة بهذا الثابت مرتبطة بهذا الأصل إذا لو نتصور هذا النموذج برادايم أو النموذج جزء منه ثابت وهو يمثل الجبال الرواسي الراسخات التي تمثل هوية وثابت منها وجزء آخر مرن الذي يساعد المشاهد الكريم في هذه المسألة أن يعرف أن هناك ثوابت وهناك متغيرات في مسألة الوحدة الفكرية من هذه الثوابت قضايا مثل العقائد توحيد الخالق لأسمائه وصفاته مع وحدة الأصل الإنساني لعلك توحيد أن تتحدث عن أسس هذه الوحدة الفكرية عند المسلمين يعني أنت سألتني كيف يميز الإنسان أو كيف بينا ثابت نعم ربما هذا يدخل في نطاق الأسس الفكرية شيخ منيستو سمحت لي أن أذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة المهمة نبقى مع فاصل ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 1-1-1-4-2 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1-2-83 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن الوحدة الفكرية للمسلمين والحديث دائما مع الشيخ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات وجدد الترحيب بكم شيخ ونيس يعني ربما وصلنا إلى النقطة الأهم في الحديث الآن عن أسس الوحدة الفكرية لدى المسلمين ما هي هذه الأسس والمقاومات التي تقوم عليها هذه الوحدة؟ أولا أيضا نرجع قليلا لما نقول الوحدة أسس الوحدة الفكرية للمسلمين نحن نخاطب أمة مسلمين لا نخاطب أنا أيضا نريد المشاهدة ينسى سايك سبيكو شوية سايك سبيكو يعني بالفعل كثيرا وليس قليلا يعني لا أنا أقول لنسى شوية على الأقل في هذه الحلقة لأننا نعيشينها هذا يجب أن ننطلق من واقعنا كانت هي عبارة عن خطوط أنشأها المستعمر وقسمنا فأصبحت هذه الخطوط للأسف في عقولنا بل حتى في مشاعرنا هذا واقع مرير لكن أنا أقول لابد أن يعرف المسلم وهو يسمع هذا الكلام عن وحدة المسلمين أنا أقصد وحدة الأمة التي قال فيها الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في صورة المؤمنون وأنا ربكم فاعبدون في صورة الأنبياء وأنا ربكم ما معنى أمة؟ أيضا حتى كلمة أمة البعض يقول الأمة هو معنى سياسي وهذا خطأ يعني نحن على قلب منظرنا الإسلامي الأمة كما يقول الإمام المناوي رحمه الله هي كل جماعة يجمعها أمر سواء كان دين أو زمن أو مكان وسواء كان هذا الأمر الجامع الذي يجمعه تسخيرا أم تخيرا تسخيرا مثل النمل مثل الدواء هذو كلهم أمم يعني هذو كلهم أمم أو اختيارا وهو البشر الإنسان الذي يختار أن يكون ينظم إلى مجموعة من الناس يجمعهم ماذا؟ يجمعهم أمر ما وأعظم أمر يجمعنا هو ماذا؟ هو الإيمان نحن أمة الإيمان نحن أمة واحدة مهما يجب هذه حقيقة عقدية هذه حقيقة من الثوابت شوف أنا وإحنا بدلنا نتكلم عن الثوابت هذا ثابت من الثوابت مهما الآن قسمونا سايكس بيكو والآن التوجه الأمريكي لتقسيم المقسم وتجزئة المززة ولكن يجب على المسلم الذي ينظر إلى القرآن الكريم أن يعرف أن نحن مهما تبعد بنا الزمن نحن أمة واحدة ربنا واحد رسولنا واحد دستورنا واحد ليس اثنين كتاب واحد قرآن قبلتنا واحدة مصيرنا إن شاء الله يكون جنات الحد واحدة لكن أثر يعني الشعور هذا بالوحدة بكوننا مثلا أمة واحدة كما تفضلت هذا الشعور بالوحدة بالوحدة الفكرية بوحدة الأمة ما الذي ينبثق عنه عمليا واقعا على الجوارح والقلب ينبثق عنه على الجوارح أن أخي الكريم أولا يعني العمل ينبغي العمل على إعادة مثلا توحيد مثلا يعني مش بس ينبغي هذه من أكبر الفرائض هذه فريضة لا يمكن أن تسقط وحدة الأمة يدعو إليها الدين الكتاب مليء القرآن الكريم بالآيات التي توجب هذه الوحدة وأيضا مليء بالمحرمات التي تحرم كل ما يشق الصف كل ما يشق الصف يعني كل شيء يعني سبحان الله هذا ينطبق على الوحدة الفكرية شيخ ميسك طبعا طبعا هو نظم واحد هو منظوم واحدة يمكن أن تجزئ الإنسان ومثل الأواني المستطرقة الإنسان كيان واحد والتوحيد معنى أوسع من توحيد الأسماء والصفات والذات التوحيد مفهوم عظيم كلي توحيد يعني هو الحديث كما قلت لك ذو شجول لكن أنا أريد أن أقول يعني هنا لو أذنت لأن أعود بك إلى الحديث عن هذه الأسس التي تقوم عليها الوحدة الفكر الإسلامي أو الوحدة الفكرية للمسلمين لابد أنه ثمت من يتحدث عن وحدة المصادر وحدة المنهج في التفكير إلى آخرين هل هذه هي الأسس التي تقوم عليها الوحدة أم ثمت شيئا آخر طبعا هي هذه الأسس لكن أنا أكمل فقط أغلق القوس لجواب على سؤالي تفضل ما أهمية ذلك قلت لك أن الدين يأمر بالوحدة الواقع الواقع اليوم يعني إن المصائب يجمعنا المصابين حتى لو اعتبرنا أن هذه الأمة الضعيفة اليوم أصيبت بمصيبة كما قال شوقي على أقل تجمعنا المصائب يعني الشيء الآخر العصر طبيعة هذا العصر طبيعة لا يقبل التشضي دعك من هذه الأشياء التي لكن شوف الاتحاد الأوروبي أنا عيشت في أوروبا فترة لغات مختلفة تاريخ مختلف يعني أنت تمشي سويسرا فيها ثلاث لغات كيان صغير التاريخ خاصة لتاريخ قريب دماء يعني وحروب الأجناس مختلفة الديانات بالمناسبة الطواف مختلفة ومع هذا حدث الاتحاد الأوروبي برنمان واحد ورئيس واحد وكذا فالعصر القوة إذا أردنا أن نكون أقويا وهذا عصر القوة دون منازع علينا أن نتوحد أما سؤالك عن هم هذه الأسس طبعا يبقى الأساس الأعظم وهو الثابت الأعظم الذي ينظمنا هو العقيدة هو العقيدة الإسلامية في طرحها البسيط ونا دائما نستدرك لأني أنا ابن المدرسة الدينية التي أنفقنا فيها وقتا طويلا جدا لا أريد أن أقول هو وقت ضائع لكن الحقيقة أنفقنا وقتا طويلا في الحفر في مفهوم العقيدة بالمعنى الأسماء والصفات والحسن والقبح والكسب وهذه الأشياء بددت الجهود العقيدة في مفهومها البسيط السهل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني ربما لم يكمل دقيقة واحدة قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله هكذا المفهوم المجمل التصديق المجمل بعد ذلك يأتي التفصيل هذه العقيدة هي أكبر أساس من أسس الوحدة الفكرية طبعا ممكن إنسان يقول لك لأن توحيد الخالق يعني يتفر عنه توحيد ماذا كيف أريد أن أقول أن الذي خلق هذا الكون هو واحد وبالتالي ستجد أن في كل هذا التنوع الذي نراه تنوع ومظاهر مختلفة لكن السيرورة واحدة كل هذا التنوع ينظمه شيء وأنه مسخر كل هذه المتضدات والمتنوعات والمتقابلات كلها يجمع شيء واحد وأنها مسخرة لخدمة الإنسان وأن خالقها واحد وأن خالقها واحد هذا يعني توحيد النظر إلى الكون بالضبط شوف ولهذا شو هذا أثر العقيدة أثر عقيدة التوحيد كيف عقيدة التوحيد يتفرع عنها توحيد الفكر توحيد مناهج النظر لكن هذا الأساس الأول عقيدة المسلمين بأركانها كلها لا اختلاف بينهم في أصول الدين وفي مبادئه الأساسية فالمسلمون كلهم يؤمنون بموحدانية الله تعالى ويؤمنون بالملائكة والرسل والقضاء والقدر ولنا حديث يعني مفروض ثاني في موضوع القدر لأن لأن من القضايا التي القضايا العقدية التي تؤثر في وحدة الفكرية المسلمين موضوع التعليل والتسبيب نحن أهملنا هذه القضية العقدية الكبرى وهي أن الله عز وجل أودع في هذا الكون أسباب اليوم في هناك شيء من التواكل للمسلمين اتكال على تاريخهم الماضي معلش ركل الدعاء بمفهومه السلبي يا أخي لا يأخذ بالأسباب يغيب كل الأيام على الجامعة ولا يصهر الليالي وكذا ثم عندما تقترب امتحانات يلهج بالدعاء يفسد مع زوجته سيء الخلق وسيء المعاملة وسيء تنظيم البيت وسيء تنظيم الوقت ثم بعد ذلك يدعو الله في جوف الليل هذا مفهوم خاطئ أوتيت الأم حتى في المعالش في الحركات الإسلامية أو في الدعاء تجد هناك إهمال كبير لمفهوم السببية ومفهوم التعليل باعتبار أن ربما هذا تأثر بقضايا صوفية وقضايا يعني في الفكر الإسلامي عميقة إهمالنا لهذا السببية وهذا التعليل هذا أثر في الوحدة وحدة الفكرية المسلم وأنتج ربما جيلا متواكليا متواكلا لكن قبل ذلك شيخ ونيس لو سمحت لي أنت تحدثت لو توجز لنا عن قضية توحيد مناهج التفكير لدى المسلمين كشرط أو أساس كمقوم للوحدة الفكرية ماذا يعني توحيد مناهج التفكير بإيجاز نعم توحيد مناهج التفكير يعني أن نأخذ بالخصائص التي بيّنها القرآن الكريم وأوجبها على العقل المسلم الله تعبدنا بعبادات في الجوارح نعم اللسان هناك تكليف الأذن لها تكليف اليد لها تكليف ما شيء هناك فرائض فرضها الله عز وجل على هذا العقل المسلم منها مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هذا تلقي المعلومات لأن العقل هو آلة تحصد المعلومات تقلبها آلية معينة ثم تنتج تصورات إذا كان المدخلات كلها هشة وشائعات وكلام فارغ إذن العقل هو مثل الرحى سيطحن ما تضع فيه إذا تضع فيه قمح نظيف يطحن ويأتيك بدقيق تضع فيه حصى حصى شائعات وكلام فارغ وظنون تضع فيه أبطيل أكاذيب سيحصد العقل ذلك بالتالي كيف أولا بنى هذه المنهجية الواقعية الموضوعية أن ينظر العقل بتجرد أتجرد عن ذاتي قدر الاستطاعة وأنظر في الموضوع أتجرد عندما تطرع عليه يطرح حتى لو كان بينه وبينك خصومة مهما كانت هذه الخصومة ولو خصومة عقدية يجب إذا طرحت طرحا أن أنظر فيه بتجرد وهذا أساسه العدل هذا ماذا هذا ما الذي بيناه هذه الخصائر القرآن الكريم منهج المحدثين كله قائم على إن كنت مدعيا فالصحة أو ناقلا إذا كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة هذه القاعدة أنشأها القرآن الكريم القرآن هو الذي أنشأ هذه المنهجية التي أنت سألتني عندها النقدية النقد العقل الناقد ليس المتشكك ليس الذي يفرض مثل ديكارت يفرض التشكيك في كل شيء إنما العقل الناقد الذي لا يتلقف هذا ما وجدنا عليه أبانا ولو كانوا هؤلاء الأباء هم مالك والشافع وأبو حنيفة العقل الناقد الذي يتحرك وينظر ويحاول أن كما قال الإمام القرافي والجمود هو لديه كلمة رائعة يقول الجمود على المنقولات أبدا انظر بالله عليك هذه الكلمة رائعة والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين الله وجهل بمقاصد المسلمين والسلف الأولين الجمود على المنقولات الإمام القرافي الإمام القرافي الجمود على المنقولات وبالتالي القرآن الكريم أسس هذه المنهجية أن لا نجمد على المنقولات كيف لا نجمد ليس معنا هذا أنا لا أفعل مثل بعض النجوم الدعاة اليوم يحاول أن يسب البخاري ومالك يتكلم بعل هكذا لا ولا أئمة أعلام وجهاب ذا عباقرة ولكن لا نجمد أنا وأنت يجب أن تكون لدينا عقلية ناقدة ليست بتكلف ولكن نفحص الموروث ونحاول أن نربط نعرف أصول هذا الموروث ونربط هذا الموروث ونحقق مناطاته في واقعنا المعاصر العقلية الناقدة أوصلتنا إلى نقطة تماث ساخنة في تاريخ الفكر الإسلامي وهي إشكالية العلاقة ما بين العقل والنقل كيف يمكن أو ما الضابط الذي يحفظ على الأمة وحدتها الفكرية في إطار جدلي ما زال لم يحسم حتى الآن في مسألة العلاقة بين العقل والنقل أنا أعتقد أن هذه المسألة إذا طرحناها بواقع معاصر ربما إن شاء الله سيكون لا يقول في هذه الحلقة لكن لو طرحت العقل والنقل في وقعنا هذا في هذا القرن لن تكون بنفس الحساسية القديمة في تقديري لكن نشأت هذه الحساسية التي قادها المعتزلة في مقابلهم الأشاعرة نشأت في ظروف في سياقات تاريخية وثقافية معينة وهي أن بدأ يدخل أفواج لدين الله عز وجل من ثقافات أخرى خاصة اليونان وهذه الفلسفة الإغريقية أو اليونانية دخل أهلها وبدأ يطرح طرح الفلسفي الذي لديهم فبدأ يتفاعل معه اشترك معها المسلمون وهنا بدأت هذه الأسئلة يقدم العقل هل الحسن والقبح في الأشياء ذاتي أم أنه اعتباري هل أنا أرى أن الصدق هو قبيح لأن الله أمر بالصدق أم لأن العقل يقول حسن وليس حبير فبدأ هذه المسألة لكن أنا في تقديري حسب بحثي البسيط أن المعتجلة لا يقولون بتقديم العقل بإطلاقه هكذا إنما هناك مناطق لا يمكن للعقل أن يبحر فيها والتي خارج نوافذ الحواس نوافذ العقل وهي الحواس الخمس أو السبع وبالتالي هم قدروا العقل بطريقة أكبر وحاولوا أن يعطوه دورا أوسع من الأشاعرة يعني هذا هو الفرق لكن العقل والنقل في أمتنا الإسلامية هم وجهان لعملة واحدة لكن هذه الإشكالية أو جدلية العلاقة بين العقل والنقل ألم تفتت الوحدة الفكرية للمسلمين شيخ ونيس إلى حد ما إذا لم يكن هناك ضابط منهجي أنا أعود لبداية الحلقة نعم قلنا إذا كانت الوحدة ما هو هذا الضابط الوحدة الفكرية بين المسلمين إذا نقصد بها توحيد منهج النظر العقل المسلم فهذا شيء مطلوب لو وحدنا منهج النظر وهو الرجوع يعني هذا يحتاج إلى حلقة كاملة في تقدير وهو الرجوع إلى القرآن الكريم في عهد التشريع ببساطته ليس بالإغراق وهذه الصفصة وهذا التقاعر الفكري لأن التقاعر ليس فقط في الكلام فقط أحيانا يكون التقاعر حتى في الفكر والتشقيق والتقاعر هذا الذي نهين عنه وهو نوع من أنواع التكلف في الحقيقة بعض الناس يظنوا أن التقاعر دليل على البلاغة أن التقاعر دليل على الثقافة التقاعر الحقيقة أحيانا يكون دليل على الضحالة وكما يقول المتنبي وأبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل وعند التعمق الزلل وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق هذا الطرح القرآني البسيط في تقديري كلما ابتعدنا عنه شبرا ابتعد عننا الرشد ذراعا بل باعا بل أليالا بعيدا ما احترامي لكل الطوائف الأولى أو الذين أسسوا الأصول مثل المعتزلة والأشاعر والشيعة وكذا أنا في تقديري أنهم لحد ما لديهم شيء من البعد عن منهج القرآن في بساطته ويسره وسهولته دخلوا ربما لأن هناك ترف استقرت الأمة نوعا ما وكذا وحدث ترف لكن هذا الاختلاف أنتجع قائدة جديدة طبعا وكلما ابتعدنا عن المصدر عن القرآن الكريم في يسره ووضوحه وبيانه وكليته كلما حدث التشقيق وتهنى في الأغصان شفت الشجرة إذا ابتعدنا عن الجذع وخاصة أن ما شاء الله الفكر سنضيع في تلك الأغصان الملتفة ثم تأتي الأجيال الأخرى وتظن أن أصل الشجرة هي هذه الأغصان يعني هذه مثل كروموزومات في الخلية يعني صعب تفكيكها لكن علينا أن نعود للأصل في يسره وبساطته القرآن الكريم هذا هو العاصم القرآن الكريم يجب من عودة سريعة ومتدبرة وعميقة لكتاب الله عز وجل وأن نعيد هيمنة القرآن حتى على السنة النبوية ليس فقط على أفكار المسلمين اليوم يا سيد جهاد كثير من الدعاة المفكرين قد يوم في قسبوعا كاملا ويفصص في كتب ويجد يعني يجد راحة بال ونفس طويل أن يقرأ لك خمسة لاف ورقة ولكن لا يتدبر ربما سورتين اثنين وهذه من خلل التفكير وخلل المنهج الخطير جدا لذلك نريد أن نصل الآن في الحديث إلى ما مدى احتفاظ المسلمين اليوم بعد كل هذه الظروف والإحن التي مروا بها بوحدتهم الفكرية ولكن بعد فاصل أخير فاصل أخير ونعود بعده لاستكمال ما تبقى من الحلقة شكرا للمشاهدة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم المخصص للحديث عن الشروط المطلوبة لوضع إطار فكري جامعي للمسلمين يكون منطلقا لأي نهضة مقبلة شيخ ونيس الآن قبل الحديث عن الشروط المطلوبة لوضع إطار عام فكري موحد للمسلمين إلى أي مدى الآن بعد قرن من الزمان على سقوط آخر دولة جماعة المسلمين ضمن حيز جغرافيا موحد وسلطة واحدة بعد كل هذا وما مر من استعمار ومحن مر بها المسلمون وتفريغ ثقافي إلى أي مدى ما زاد المسلمون يحتفظون بوحدتهم الفكرية حقيقة يعني تقديري متواضع هناك ضعف في هذه المسألة ضعف كبير ضعف أم غياب لا أنا قد ضعف لا ليس غياب لا هي قد ضعف أيضا أنا خاف من جلد الذات وتضخيم واقع المسلمين في جوانبه السوداء أو الضعيفة الإسلام والمسلمين في تقديري بخير لكن هناك ضعف وضعف كبير في موضوع الوحدة الفكرية طبعا أحد الأسباب يعني ربما أمتنا الإسلامية هو المواجهة الغرب هذا بعنفوانه في حملة نابليون عندما نزل إلى مصر تفاجأ المسلمون المسلمون لم يكنوا يعرفوا ماذا وراء البحار عندما دخل عليهم الآخر بين قرسين دخل عليهم الآخر فعرفوا حجم المأساة التي يعيشونها حقا وأنهم في تاجير الظلام وأنهم يعانون من تخلف كبير جدا سواء في العقل سواء في الثقافة في السياسة في تخلف ضرب مناحي الحياة ولكن كانت هذه الصدمة هذه بداية الصدمة الحضارية صح التعبير ولكن أقول لماذا ضعيف ضعيف ربما ثلاثة أركان أساسية ثلاثة أركان ثم مظاهر هذا الضعف أولا من أهم أسباب الضعف بدأت تعدد المرجعيات تعدد المرجعيات وجمود العقلي حتى نأدى للبعض أنه خلاص يجب أن نتوقف عن المنقولات عكس ما طلب القرافي وأصيب العقل المسلم بنوع من الشلل في الإبداع وإعادة النظر في الواقع الواقع ووضع الحلول للمشاكل الحالية والنظر المستقبلي المستقبليات فتعدد المرجعيات هذه وتعدد المصادر أربك المسلمين وأربك العقل المسلم الأمر الآخر السياسة السياسة ضربت بجذورها أصبحنا دويلات وأصبحت ولاءاتنا لأقطارنا هذا ليبي وهذا مصري مع أن الفرق هو خط صغير يعني أسلاك شائكة وضعها العدو فأصبحنا نتقاتل وجوازات سفر مختلفة ونشيد وطني وقوميات وأصبحنا أمة عربية وأمة مسلمة وحتى الأمة العربية أصبح عراقي ومصري وحتى المصري أصبح يعتز بفرعونيته والسورية اعتز بفينيقيته والعراقية اعتز بأشوريته ودخلنا في بحور من هذه السياسة الحقيقة وهذا التمزق السياسي الكبير والتقاطع السياسي الكبير هذا أدى إلى إنهاك الوحدة الفكرية للمسلمين الأمر الخطير والآخر هو التأثر بالغرب لأن الغرب عندما غادر بلباسه العسكري وترك لنا حراس يحرسون إرثه لأن الحقيقة نحن لم نتحرر هذا تقديري أنا آسف أقول هذه الكلمة أنا في تقدير أن الأمة الإسلامية لم تتحرر يوما يعني كلام الاستقلال وهذه الأفراح نشارك فيها وكذا ولكن في الحقيقة نحن لم نستقل يوما ذهب الجندي بسلاحه ولكن ترك لنا حراس أحسن الحراسة واستمر الاستعمار ولكن في ثوبه الفكري في غزوه الفكري والعقدي هذا الغزو أخي جهاد وأنا أريدك هنا المشاهدة أن يركز معي هذا الغزو أول ما بدأ الغزو الفكري غادر مثلا طريان غادروا ليبيا الإنجليز غادروا مصر فرانسيس غادروا الجزائر صحيح وأنا أثمن هذه الجهود يعني أعتز بعمر المختار وعبد القادر الجزائري وأنا أعتز بكل المقاتلين والذين مهدوا لهذا الاستقلال حتى لا يفهموا الإخوة خطأ ولكن أقول عندما غادروا وتركوا لنا هذه الزعمات أو صنعوها أول ما بدأ الغزو بدأ في طبقة من النخب طبقة من المثقفين والنخب اليوم أخي هذا المستوى من الغزو نزل تحت تحت نزل في القاع الآن هذا الغزو يسري في أبنائنا حتى في الروضان وفي المدارس الإبتدائية الفيسبوك والتويتر والفضائيات وسهولة السفر والجوجل وكذا فأصبح العقل المسلم في الطراب وحيرة أصبح في حيرة طبعا ضم السياسة والساسة لم يهتموا بهذه القضية لأنه لا يهموا ما وحدة فكرية لكن مع ذلك الجانب المهم الوحدة الفكرية هنا كيف تضررت وكيف ضعفت مظاهر هذا الضعف في هذا الكلام المهم الذي ذكرت مظاهر هذا الضعف العقم في الإنتاج مظاهر هذا الضعف الهزيمة العقلية والهزيمة النفسية تجاه الغرب كأننا أمة سائبة يعني ليس لنا مصادر وليس لنا تاريخ وليس لدينا مناهج في النظر وليس لدينا رسالة في الكون وليس فهذا الضعف بدأ يسري في كل مظاهرنا الحقيقة أنا أقول لك شيء حتى في قضية اللباس يا أخي حتى في قضية الطعام أصبح يعني ممكن المشاهد يقول لك يجدخل الطعام في هذه المسألة حتى في طريقة الطعام أصبحنا خلاص ما عايش نحب خبزة التنور ومش عارفه نريد الهامبورغر وإذا ما أكلش الشاب من البيرغر والماكدونالد والكينتاكي والبيبسي والكولا فكأنه لم يشرب ولم يطعم حتى في طريقة تأثيثنا للبيوت حتى في طريقة لباسنا في طريقة تأتينا للأمور هزيمة يعني كبيرة مظاهرها كثيرة نعم نحن الآن لا نبحث عن وحدة فكرية مسلمين نحن الآن نبحث لتجديد الفكر الإسلامي أن يعود له نظارته أن يعود مشروع معذرة عن المقاطعة شيخ يعني أدرك أن الوقت أريد أن أسألك عن هل المطلوب الآن هو وضع إطار فكري جامع للمسلمين أم أن هذا الإطار موجود لكن ينبغي تفعيله لا طبعا مطلوب مطلوب وضع إطار فكري بمعنى أن الحال غير الحال تغيرت السياقات الثقافية والسياقات السياسية والاجتماعية حتى التكنولوجيا تغير العالم تغيرا كبيرا جدا من الذي سيقوم بهذه وبخاصة مع الأمركة الجديدة التي دخلت في كل شؤوننا كل شؤون الحياة العولمة أنا أقول أمرك لأنها ليست عولمة بالمعنى هم الأمريكان يريدوا تصدير الموديل الأمريكي في كل شيء وليس تصديره كما نحن نعتز نحن أمة نريد العولمة نريد لنور الإسلام أن يسري في كل هذا الكون أنا مسؤول عن هذا الكلام لكن ليس للإسلام مخانم الآن لا أنا أريد نور الإسلام رحمة بالبشرية أن يسري وهذه نوع من العولمة ولكني أبدا لا أفرضه على أحد لا أفرضه بقوة السلاح ولا أفرضه بالمخادعة والمخاتلة وشراء الذمم والعملاء أنا أدعو للإسلام أطرح نور الإسلام أما الأمريكان يريدوا العولمة مثلي ولكن يفرضوها بقوة السلاح يعبروا البحار كي يمزقوا بلد مثل العراق يعبروا تولي مصر كي ينقلبوا على صناديق الاقتراع يفرضوا كل أجندتهم يبين للناس ماذا يحبون وماذا يكرهون من يعادون ومن يوالون وبقوة السلاح تيكت كما قالت أول برايد تيكت أو ليفت خذها وضعها إذن نحن شيخ معذرة يعني أنت ذكرت أنه ينبغي هذا كلام مهم يعني ينبغي وضع إطار فكري جامع للمسلمين اليوم وفق المعطيات الحديثة من آلية وضع هذا الإطار من الذي يقوم بهذه المهمة؟ آلية هذه المهمة هذه المهمة هي مهمة العلماء بمفهوم واسع العلماء ليسوا من مشايخ هذا حتى دينيا مفهوم خطأ الإسلام لا يعني بالعلماء عند إطلاقه المشايخ الذين درسوا الفقه وإن كان بينهم عموم وخصوص يدخل العلماء الربانيين أصحاب الفكر والنظر يدخلوا في طائفة المفهوم العلماء المفهوم الواسع العلماء الفلاسفة الأدباء المفكرين أصحاب النظر هذه هي مهمتهم ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم صنف من أولي الأمر لكن الآن ليسوا متفقين على منهجية نظر واحدة حتى الإسلام مختلف عليه لا لا في تقديري أن العلماء لم يجدوا هناك عجز لديهم هناك عجز عند العلماء يوجد علماء ويوجد الحمد لله الأمة وافرة يا شيخ الأمة فيها خير كثير جدا حتى من شبابها يوجد علماء وأصحاب نظر خارق ومبدع ولكن هناك عجز هناك عجز هناك نوع من التكبيل هناك نوع من المصادرة هناك نوع من التوجيه هناك عدم حفاوة حتى من الشعوب بعلمائها وعدم احترام لهؤلاء العلماء ووضعهم في مكانهم مناسب وهناك اختراق للمنظومة العلمائية اختراق واختراق ذكي للمنظومة العلمائية من قبل خصوم هذا الدين ومن قبل بعض الساسة وكذا يخترق هذه المنظومة بزرع باعراء هذا الذي هذه النماذج التي تحمل العلم ولكنها ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يحملون العلم ولكن لا يتأدبون بأدبه ولا يحملون في قلوبهم نعم افهم من مجمل ما ذكرت كما لو اننا ندور في حلقة مفرغة لا انا اقول ان دور وضع هذا الاطار الفكري وهذا المشروع الحضاري الامة سألتني من يقوم بهذا الدور هم العلماء والمفكرين والأدباء والفلاسفة من المسلمين ويتعاطوا مع سائر الثقافات يأخذوا من النصارى من اليهود يأخذوا من الحكمة ضالة المؤمن يتفاعلوا ويشتبكوا مع كل هؤلاء يجب ان يقدموا رؤية حضارية تتصل بالاصل وترتبط بهذا العصر يجب تتصل بالثوابت ولكن يجب ان يعيدوا الاجتهاد من جديد لان السياقات كلها تغيرت وان يراعوا هذا الواقع الذي فيه الامة وينطلق بها الى افاق ان شاء الله تعالى والامة بخير انا متفائل جدا اليوم سبحان الله كنا في جلسة في جامعة صباح دين زعيم مع نخبة عظيمة من المفكرين كنا نناقش سبحان الله هذه جلسة صغيرة كنا نناقش هذه القضية وانا اعرف ماليزيا في اندونيسيا من جاكارتا الى طنجة الامة تمور والامة في مخاض سينتج باذن الله تعالى وعيا وستخرج الامة رؤية حضارية راقية وتكالب الاعداء علينا اكبر دليل على قوتنا لان العدو لا يتحد ولا يتكالب على ضعيف اشكرك جدا شيخ ونيسر مبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات كما اشكركم سعادة المشاهدين على حسن المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة